تحذيرات جديدة تنذر من قطاع التيار الكهربائي نتيجة نقص المشتاقات الخاصة بتوليد الطاقة الأمر الذي فاقم معاناة السكان في العاصمة المؤقتة عدن مؤسسة الكهرباء أطلقت تحذيرات بتوقف عمل محطات في محافظات عدن ولحج وأبيان بعد عشرة أيام جراء نفاذ الوقود في حال لم تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة تتعاظم مشكلات منظومة الكهرباء يوما بعد آخر جراء عوامل عدة الوقود، انعدام الصيانة الدورية وتوقف محطات الطاقة المشترى بسبب عدم إفاء الحكومة بالتزاماتها المالية منذ أكتوبر الماضي إضافة إلى إعاقة حركة مرور شاحنات النفط المستوردة توقف عمل هذه الشركات يغرق عدم في الظلام ويصيبها بالشلال في ظل تعثر عمل محطة الحصوى ما ينذر بكارثة وشيكة على عمل المستشفيات والمرافق الصحية ومستوى الخدمات المنهارة أصلاً نتيجة توقف مضخة المياه مصادر في شركات الطاقة المشترى أفادت بأن الحكومة لم تعد راغبة في تجديد العقود الخاصة بتوفير خدمات الكهرباء مرجعة سبب ذلك إلى سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً على عدن وإعاقة عمل الحكومة وبين هذه التحذيرات وعجز السلطة الشرعية عن التدخل لحل هذه الإشكالية يقف المواطن مكتوف الأيدي مترقباً انفراجة لهذه الأزمة المؤرقة أو البقاء في الظلام ترجمة نانسي قنقر